اخر حكام السلاجقة العزام واكترهم استمرارا في الحكم السلطان احمد سنجر فترى مين هو السلطان احمد سنجر وايه اللي حصل للسلاجقة من بعده وكيف سقطت دولة السلاجقة ما تنساش تعمل للفيديو لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة وقل لنا رأيك في التعليقات كان احمد سنجر ابن ملك شاه بيحكم اقليم خرسان وبلاد ما وراء النهر لمدة 21 سنة ومع نهاية عهد السلطان محمد طابار سنة 1118 ميلاديا 511 هجريا منح ولاية العهد من بعده لابنه محمود الثاني واللي كان عمره 13 سنة وقتها لكن لم يوافق احمد سنجر على تعيين ابن اخوه محمود الثاني في منصب السلطانة فاعلن سنجر نفسه سلطان على السلاجقة ومنح نفسه لقب معز الدنيا والدين وبسبب محاولة محمود الثاني التخلص منه تحرك السلطان سنجر على رأس جيش للاشتبات مع محمود الثاني وسنة 1119 ميلاديا 512 هجريا يلتقي الجيشين في معركة بالقرب من مدينة ساوى وكان لاستعمال احمد سنجر للفيلة الحربية دور كبير في تحقيق النصر وتحديد مصير المعركة اللي انتهت بهزيمة محمود الثاني وعفو احمد سنجر عنه قام بعدها احمد سنجر بتقسيم الدولة السلجوقية بينه وبين محمود الثاني فمنحه حكم كل اراضي السلاجقة في العراق وغرب ايران وافق محمود على التبعية لعمه احمد سنجر ومنحه سلطات غير مسبوقة في تاريخ السلاجقة وخطب للسلطان احمد سنجر وابن اخوه السلطان محمود في كافة اقاليم الدولة السلجوقية وبكده انقسمت الدولة السلجوقية بالشكل رسمي الى قسمين اساسيين هما سلاجقة خرسان بقيادة احمد سنجر في مدينة مرو وسلاجقة العراق بقيادة محمود الثاني في مدينة بغداد وده بالاضافة لسلاجقة كرمان وسلاجقة الروم وسلاجقة الشام المستقلين بالفعل كان لمحمود بن محمد طابار عدة اخوة هما طغرل التاني ومسعود وسليمان شاه وسلجوق شاه ام مسعود واللي كان بيحكم اقليم ازربيجان بالتمرد على اخوه محمود سنة 1120 ميلاديا 514 هجريا بتحريد من بعض الامراء وحصلت معركة بين الاخوين انتصر فيها محمود الثاني وعفع عن اخوه مسعود وارسل السلطان محمود للسلطان احمد سنجر يبلغوا بانتصاره ارسل السلطان محمود الثاني جيش كبير 516 هجريا وهناك حصلت بينه وبين داود الرابع ملك جورجيا معركة ديديجوري واللي انهزم فيها السلاجقة هزيمة كبيرة وتمكن داود من القضاء على امار التفليس الاسلامية واللي استمرت لمدة 386 سنة وطرد السلاجقة منها وتم تأسيس مملكة جورجيا وسنة 1127 ميلاديا 521 هجريا عين السلطان محمود الثاني عماد الدين زينكي اتابك على الموصل وفي السنة اللي بعدها اقروا على حكم مدينة حلب وبكده تأسست الدولة الزينكية بشكل رسم ومع انتهاء عهد السلطان محمود الثاني سنة 1131 ميلاديا 525 هجريا تحصل حرب اهلية بين اخواته الثلاثة وابنه داود للسيطرة على حكم سلاجقة العراق وقتها حاول الخليفة العباسي المسترشد بالله الاستفادة من الصراعات والانقسامات بين السلاجقة في الاستقلال بالخلافة العباسية ومنع الخطبة للسلطان احمد سنجر وقرر الاستعانة بطرف ضد اخر ووقع اختياره على الامير مسعود خوفا من قوة السلطان احمد سنجر واللي اتجه بجيشه لقتال مسعود وانتصر عليه وانهزم تحالف الخليفة مع مسعود امام سنجر وعاد احمد سنجر الى مدينة مارو وعين تغرول التاني ابن اخوه حاكم على سلاجقة العراق سنة 1132 ميلاديا 526 هجريا لكن تغرول التاني لم يستمر في منصبه الا لسنة واحدة واستولى من بعده مسعود على الحكم سنة 1133 ميلاديا 527 هجريا ونقل عاصمة سلاجقة العراق الى مدينة همدان وقام الخليفة العباسي بتكوين جيش تابع له ودي كانت سابقة تاريخية لان الخلفاء العباسيين لم يكونوا يملكوا جيوش من زمن الدولة البويهية فاعلن السلطان مسعود عزمه على تقديب الخليفة المسترشد وانتزاع بغداد واخراجه منها الشيء اللي رفضوا الخليفة العباسي ورد عليه بقطع الخطبة لمسعود على المنابر والدعوة الى النفير العام والتحرك لمواجهته وفي 1135 ميلاديا 529 هجريا اشتبك الجيشين في معركة لم تستطع فيها قوات الخليفة العباسي من الصمود امام جيش السلاجقة وانهزم الجيش العباسي وتم اثر الخليفة المسترشد بالله وده ادى الى انزعاج شديد بين المسلمين في العراق والمشرق ونتج عنه فوضى واضطرابات كبيرة في بغداد وده نظرا للمكانة الدينية للخليفة العباسي فنصح السلطان احمد صنجر السلطان مسعود باعادة الخليفة العباسي الى بغداد وحسن معاملته تجنبا لغضب الرأي العام الاسلامي ضد السلاجقة لكن تمكن 24 شخص من الحشاشين من اقتحام خيمة الخليفة العباسي وقتله اتهم البعض السلطان مسعود بالتعاون مع الحشاشين لقتل الخليفة المسترشد بالله ومن بعده تم تعيين ابنه الخليفة الراشد بالله كانت دولة القرى خانات الشرقية في مدينة كاشغر في غرب الصين سقطت في ايد قبائل القرى خطائيين الصينية بقيادة زعيمهم يالو داشي الملقب بجور خان والمعروفين ايضا بقبائل الخطى او الكرى خيطاي واستطاعوا احتلال مدينة بلاسجن وجعلوا منها عاصمة لدولتهم اللي تأسست في بلاد تركستان سنة 1134 ميلاديا 528 هجريا وخوفا من سقوط القرى خانات تابعة للسلاجقة قرر حاكمها طلب المساعدة من احمد سنجر واللي تحرك اليه واكبر قبائل الخطى على التراجع في 1137 ميلاديا 531 هجريا لكن في الوقت ده سنة 1136 ميلاديا 530 هجريا تم اغتيال الخليفة العباسي الراشد بالله على ايد الحشاشين في مدينة اصفهان بعد ما اعلن تمرده على السلطان مسعود وعين من بعده الخليفة المكتفي لامر الله استغل حاكم بلاد خوارزم التابع للسلاجقة اتسز ابن قطب الدين محمد انشغال سنجر بشؤون القرى خطائيين واعلن استقلاله عن السلاجقة سنة 1138 ميلاديا 532 هجريا وتواجه مع السلطان احمد سنجر والجيش السلجوقي في معركة في 16 نوفمبر من نفس السنة واللي هزم فيها اتسز واضطر الى التراجع وفي عام 1141 ميلاديا 536 هجريا تقدم اتسز بطلب رسمي الى السلطان احمد سنجر للعفو عنه فعفع عنه السلطان سنجر وعينه مرة تانية حاكم لبلاد خوارزم وهتكرر عفو السلطان احمد سنجر عن اتسز اكتر من مرة وهيرجع يحربه من جديد بعد كل مرة وقتها شكى حاكم القرخانات السلطان احمد سنجر من قبائل الاتراك الكارلوك واللي بتعيش على الرعي واللي انتقلت بعدات كبيرة الى مدينة سمرقند وشكلوا تهديد للسلاجقة فتحرك اليهم السلطان احمد سنجر لوضع حد لتجاوزاتهم فاضطروا لطلب المساعدة من دولة الكارة خطائيين وحاكمها جور خان واللي ارسل للسلطان سنجر يطلب منه العفو عنهم الا انه رفض ودعا جور خان لاعتناق الاسلام وهدده انه اذا لم يستجب لدعوته فانه هيستمر في قتاله وبالقرب من مدينة السمرقند تقابل جيش الدولتين السلجوقية والقرخطائية وصل جور خان الى ارض المعركة قبل السلطان احمد سنجر وسيطر على احد التلال المرتفع واقام فيها معسكره وده منحه ميزة استراتيجية مهمة اشارت المصادر الى ان جيش السلاجقة بلغ عدده ميت الف جندي في حين كان عدد جيش الكرخطاي اكبر نوعا ما وقال البعض ان السلاجقة كان عددهم من مية الى ميت الف جندي وان الكرخطاي من تلتمية الى سبعمية الف جندي الا ان الاركام دي ضخمة جدا وفيها نوع من المبالغة كان تقسيم الجيشين مشابه الى حد كبير وتم تقسيمهم الى قلب وميمنة وميسرة وتمركز كلا من احمد سنجر وجور خان في القلب استحب السلطان احمد سنجر معاه في المعركة زوجته تركان خاتون اضافة الى عدد كبير من العلماء والدعاء لرفع الروح المعنوية للجنود وقام جور خان بالقاء خطبة في جيشه لتشجيعهم على القتال وفي 9 ستمبر 1141 ميلاديا 536 هجريا بدأت المعركة بين الجانبين هاجم الكرخطاي في وقت واحد ونجحوا في القضاء على الميمنة السلجوقية بالكامل والقبض على قائدها وقاموا بتطويق القوات السلجوقية واكبروا قلب الجيش السلجوقي على التراجع وقتها اصبحت نتيجة المعركة محسومة ونصح احد القادة السلطان احمد سنجر بالهروب من المعركة طر السلطان احمد سنجر الى الهرب لكن تم اسر زوجته تركان خاتون وعدد كبير من قادة الجيش السلجوقي وانتهت المعركة بخسائر ضخمة في صفوف السلجقة بلغت حوالي 30 الف شهيد في حين كانت خسائر القرى خطائيين اقل بكتير شكلت معركة قطوان بالقرب من سمرقند نقطة النهاية لدولة السلجقة العظام وزي ما معركة دندنقان اللي كلمنا عنها في الجزء الاول في سلسلة السلجقة كانت معركة مهمة وقدت لتأسيس دولة السلجقة فمعركة قطوان لا تقل عنها اهمية كونها المعركة اللي قدت والسلاجقة لمكانتهم وهيبتهم في اسيا الوسطى بعد معركة قطوان تم الاستلاء على كل بلاد ما وراء النهر لصالح القرى خطائيين واعلن ادسز حاكم الدولة الخوارزمية دخوله في تبعية الدولة القرى خطائية ودفع ضريبة سنوية ليهم امتها 30 الف دينار وهاجم مدن مرو ونيسابور ورغم هزمته الساحقة بدأ سنجر على الفور في احتواء الوضع وبناء جيشه من جديد وافق جور خان على اطلاق صراح تركان خاتون زوجة احمد سنجر مقابل 500 الف دينار واطلق صراح القادة السلاجقة مقابل 100 الف دينار وتم عقد الصلح بين الطرفين شن احمد سنجر هجوم على ادسز سنة 1143 ميلاديا 538 هجريا لتأديبه على افعاله ونجح في فرض حصار شديد عليه طلب بسببه ادسز العفو من احمد سنجر فعفع عنه للمرة التانية وارسل بعدها احمد سنجر الى نور الدين زينكي في دمشق يعدوا بالمساعدة ضد الصليبيين ووعدوا بالنصر عليهم واستطاع السلطان احمد سنجر استعادت نفوزه ومكانته في خراسان مرة تانية وسنة 1147 ميلاديا 542 هجريا تمرد ادسز مرة كمان على السلطان سنجر وعرف سنجر ان ادسز تعاون مع الحشاشين لاغتياله فتحرك احمد سنجر بجيشه الى خوارزم للقضاء عليه وعرض ادسز على السلطان احمد سنجر الدخول في طاعته وطلب العفو منه للمرة التالتة فعفع عنه بسبب الاوضاع المضطربة واتجه بعدها احمد سنجر على رأس جيش للقضاء على تمرد الغوريين سنة 1152 ميلاديا 547 هجريا في الوقت ده كانت بعد قبائل الاوغوز التركية استغلت هزيمة السلاجقة في اقليم تخارستان لكنهم قاموا بالتمرد على حاكمها السلجوقي الامير قماج وقتله هو وابنه فتحرك اليهم السلطان احمد سنجر على رأس جيش كبير وحصلت بينه وبينهم معركة كبيرة سنة 1153 ميلاديا 548 هجريا انتهت بهزيمة السلطان احمد سنجر ووقوعه اسير في ايديهم واستمر في الاسر لمدة 3 سنوات قام خلالها الاوغوز بالسيطرة على خرسان ونهب وتدمير المدن السلجوقية الواحدة ورد تانية الى ان نجح احمد سنجر في الهروب من الاسر سنة 1156 ميلاديا 551 هجريا لكنه لم يستمر في الحكم بعدها لفترة طويلة وانتهى عهده سنة 1157 ميلاديا 552 هجريا وتفككت دولته وسقطت هي ودولة سلاجقة كريمان في ايد قبائل الاوغوز ولما عرف الخليفة العباسي المقتفي لامر الله في بغداد قرر الاستفادة منه خاصة بعد انتهاء حكم السلطان مسعود سنة 1152 ميلاديا 547 هجريا ومحاولة السلطان السلجوقي الجديد محمد الثاني ابن محمود ابن محمد طابار اقتحام بغداد وحصرها فامر الخليفة العباسي بقطع الخطبة للسلطان السلجوقي وارسل الى بلاد الشام يأمرهم بمنع الخطبة للسلاجقة ورجعت العراق وبغداد تحت السلطة الفعلية للخلفاء العباسيين 21 سنة منهم كوالي على خرسان و39 سنة كسلطان على السلاجقة واعتبر واحد من اعظم حكام دولة السلاجقة واكتر الحكام المسلمين استمرارا في الحكم قبل غزو المغول للعالم الاسلامي اهتم السلطان احمد سنجر بالادب والثقافة بشكل كبير وعلى الرغم ما قيل عنه انه كان لا يجيد القراءة والكتابة الا ان عهده يعتبر من اهم العصور في الادب الفارسي وده الاهتمام الكبير بالشعراء ودعموا ليهم وتشجيعوا للعلم والمعرفة شكل نهاية عهد السلطان احمد سنجر نهاية دولة السلاجقة العظام كامبراطورية عظمة لكن استطاعت دولة سلاجقة العراق واللي كان مكرها في غرب ايران من الاستمرار لفترة حتى سنة 1192 ميلاديا 388 هجريا عندما استعان الخليفة العباسي بحاكم الدولة الخوارزمية للتخلص من السلاجقة فاكتسحت الدولة الخوارزمية للتالت في احدى المعارك بالقرب من مدينة الري وكانت دي نهاية سلاجقة خرسان وكرمان والعراق وكان حكم سلاجقة الشام انتهى من مدة طويلة اما دولة سلاجقة الروم فاستمروا حتى 1308 ميلاديا 708 هجريا الى انقض عليها المغول وقتلوا اخر حكامها وبكده انتهى عهد الدولة السلجوقية اللي كانت احدى اقوى دول المشرق في التاريخ الاسلامي وبكده نكون اتكلمنا في السلسلة دي الى سقوطها لكن يا ترى تفتكر ايه هي اهم اسباب سقوط الدولة السلجوقية قلنا في التعليقات ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت وقلنا رأيك في التعليقات ويا تحب السلسلة الجاية تكون عن الحروب الصليبية ولا عن معارك عثمان بن ارتغرول شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة